السلام عليكم يا ابطال كيف الحال يا رب تكونوا بخير ان شاء الله اليوم الصف الرابع المادة طبع رياضيات صفحة 182 تمام؟ هذا الدرس اسمه تقريب الاعداد او تقريب الكسور الايه العشرية تقريب الكسور العشرية رقم واحد على طول عشان ما اطول عليك الفيديو بيقول لي قرب كله مما يأتي الى اقرب عدد صحيح الى اقرب عدد ايه صحيح ايه هو العدد الصحيح او العدد الكل يا ابطال هو اللي بيكون على يسار الفصلة اول عدد يجيك على يسار الفصلة يبقى اول ما يقول لك عدد صحيح يبقى اول عدد يجيك على يسار الفصلة بضح تحته ايه خط تمام؟ هده اول خطوة يبقى ما يقول لي عدد صحيح اضح تحته ايه خط ثم اناظر على يمين الفصلة يمين الفصلة اشوفه اناظره هل هو من الاعداد الكريمة او الاعداد البخيلة واحد يقوله وش كريمة وبخيلة احنا اخذناها قبل كده الاعداد الكريمة اللي هي 5 وطالع يعني 5 و 6 و 7 و 8 و 9 دي الاعداد الكريمة الاعداد البخيلة 0 و 1 و 2 و 3 و 4 يبدو في اعداد كريمة وفي اعداد بخيلة طب لو كان يا استاذ من الاعداد الكريمة بيزيد العدد الصحيح واحد حلو طب لو كان من الاعداد البخيلة ما يزيد ولا شيء تمام طيب اتنين العدد اتنين اللي قدامك دهوت بقى ايبا انا وضحت خط تحت العدد الايه الصحيح اللي هو على يسار الايه الفصلة ثم اناظر يمينة يمينة هنا اتنين اتنين ايه اتنين دهوت عدد بخيل خلاص يبقى ما يزيد التلاتة شيء يبقى اكتبها تلاتة الحالها كده وخلاص واضح اللي بعدها بقى بسرعة على طول طالما احنا فهمنا اضح خط تحت التسعة واسأل التمانية تمانية تقول لي نعم يا استاذ ابراهيم انت كريمة ولا بخيلة لا كريمة خلاص طالما كريمة بتزيد التسعة واحد تصير كام عشرة فاكريني يا ابطال ايام ما كنت بندع على الاعداد في الفاصل طيب اضح تحت الايه الستة وتلاتين او تحت الستة عاد طيب واسأل ايه الستة ستة تقول لي نعم كريمة ولا بخيلة تقول لي لا انا كريمة تزيد الستة وتلاتين تعطى واحد تصير سبعة وكام وتلاتين يا رب تكونوا فاهمين تمام طيب اضح تحت التلاتة خط او التلاتة وتمانين هذا هو العدد الصحيح اناظر علي مينة تمام الواحد هذا كريم ولا بخيل ده بخيل بخيل مرة يبقى اكتب يساوي تقريبا اللي انا بكتبها ده اسمه يساوي تقريبا اكتب التلاتة وتمانين ما زيتها شيء يا رب تكونوا فاهمين يا حبيب تمام يساوي تقريبا تاني بخط كبير عشان توضح ايه دي شخطة عادية تحت وشخطة متدلعة كده ايه فوق دي اسمه يساوي تقريبا طيب اللي بعدها نفس السالفة بقى طالما فاهمت خلاص هنا بقول لي قرب كلهم مما يأتي الى اقرب عشر عشر يعني وش عشر ديت يعني جزء من عشرة جزء منين من عشرة في جزء من عشرة وجزء من مية جزء من عشرة بيسموه ايه يسموه عشرة طيب ايه العشرة ده اول عدد علي من الفصل هذا العشر او الجزء من العشرة يبقى شوف الخط فين اليوم شوف الحين الخط فين عند الواحد ونظر عند التلاتة التلاتة طبعا ايه بخيلة طيب يبقى اكتب اكتب اربعة واحد من عشرة ولا زيتها ولا شيء لأن الثلاثة بخيل نفس الطريقة العشرة هو أعمل يساوي تقريبا وأكتب تمانية و الخمسة كريمة تزيد الأربعة واحد تصير خمسة يبقى تمانية وخمسة من كم من عشر اللي بعدها أضع تحت التسعة عشان هذا العشرة أهم حاجة تحط الخط صح تمام ونظر للأربعة الأربعة طبعا بخيلة خلاص يبقى أنسخ العدد كما هو يا رب تكونوا شايفين تمام اللي بعدها فين العشر ده الستة لا السبعة لا الاثنين ايه أضع تحت الاثنين ايه خط واسأل التمانية التمانية طبعا كريمة تمانية ايه كريمة تزيد الاثنين واحد تصير كام تصير ثلاثة شوف سريع ازاي ما شاء الله حلنا كم مسألة تمانية اللي بعدها قرب إلى أقرب عدد ايه صحيح يلا عشان نخلصه بقى الكتاب العدد الصحيح خلاص احنا عرفناه وبحليلك بعد كمان شوي العدد الصحيح هو اللي على يسار الفصل أشوف الأستاذ عمال يحط ازاي كيف على طول على السريع شاطر على يسار الفصل أناظر بقى المين للخمسة الخمسة كريمة تقاطي الاثنين ايه واحد تصير اثنين طيب ها اللي بعدها أناظر للتلأ بخيلة تلاتة مرة اهو طيب اللي بعدها أناظر لمين للسبعة اللي علي من الخط تزيد الاثنين واحد تصير اثنين وتلاتين طيب اللي بعدها الستة كريمة تزيد التسعة هتبقى تزيد التسعة واربعين تزيد التسعة واربعين تصير كام تصير خمسين ويلا يا بطل كده حل وريني بقى همتك حل أرب احتاشر وخمستاشر وستاشر وسبعتاشر عادي من تجالس لازم كده تحل وتصير ممتاز تمام قرب إلى أقرب عشر رقم تمنتاشر تحلها وتسعتاشر وعشرين واحد وعشرين هحل لك يا سيد واحد وعشرين تمام أضع ايه خط تحت الصفر عشان هازي يقول عشر واسأل السبعة السبعة كريمة ولا بخيلها كريمة تعطي الصفر واحد تصير واحد وبعدين أنسخ لتنين واربعين عادي يبقى تنين واربعين واحد من كام من عشرة يا رب تكونوا فاهمين يا حبيبي تمام لأقرب عشر أضع تحت الايه السبعة ايه خط الصفر طبعا بخيل خلاص ده أبخل واحد الصفر أبخل واحد مرة تمام أنسخ العدد يبقى لا يزيد السبعة ولا شيء هنا العشر أضع تحت الصفر ايه خط وقت بيساول المدلعة الجميلة زيه تمام الخمسة كريمة تزيد الصفر واحد صر واحد يبقى تلاتة وستين واحد من عشر طيب اللي بعدها عشان نبقى خلاصنا الدرس ما شاء الله أو تسعة وسبعين أنسخ خمالية داخل فيها التسعة كريمة ولا بخيلة طبعا كريمة مرة تعطي الأربعة واحد تصير كام خمسة آخر مسألة أضع تحت التلاتة عشان عشر عشر تمام وأنسخ السبعة وتسعين ما ليه داخل فيها وأنسخ الفصل تلاتة دية بخيلة خلاص ما تزيد التلاتة شيء أحطها زي ما هي ومشاء الله خلصنا الدرس الجميل ويا رب تحله تمام حلهم ورسلوا الوجه وأنا منتظركم صفحة 182 ثاني 14 و 15 و 16 و 17 حل عشان تصير ممتاز ما تحل رياضيات تبا قول و 18 بعد و 19 و 20 خلاص كان مسألة دول سبعة ماشي حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته